أظن كلنا بنستخدم الشهر العقاري يعني من أصغر الأمور التي يجب تسجيلها وحتى أكبر الأمور التي يجب أن نسجلها في الشهر العقاري طيب العمل على قدم الوساق للتوقيع النهائي على النسخة النهائية لليحة الشهر العقاري إذا صح التعبير طيب وكمان تسهيل إجراءات التسجيل خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو الأستاذ سامي إمام الأمين العام الأسبق لمصلحة الشهر العقاري منورنا أهلا بحضركم إزاي الحياة؟ نشكر حضراتكم يعني على التنوير للمجتمع منحاول فندينا لازم مستعين بالخبرات الكبيرة العظيمة من أبرك فيك يا رب الليحة اللي هتصدر للشهر العقاري هتسهم إلى أي مدى في تسهيل الإجراءات؟ هي عشان نعرف إنها تسهم إلى أي مدى في تسهيل الإجراءات نعرف السابق كان إيه؟ حلو السابق كان مليان تعقيدات وإطالة مدى وأجل يعني الطلب بيقدم شهر العقاري ورقيا ورقة بتقدم بس بدون سنة بدون أوراق ومتعد سنة ويتمتد لسنة أخرى يبقى سنتين؟ يتم شهره أو يتم تسجيله يتم امتداده يبقى سنتين الجديد وضع صقف أعلى 37 يوم ده حد أقصى بس هو عمل كده ليه؟ خلى 37 يوم دول في أقل هي مدة بحث الباحث القانوني للأوراق اللي تحطت قدامه كلها برمتها مرة واحدة لأن لا يجوز تقديم الطلب أو لن يقبل إلا إذا كان كامل المستندات من خريطة مسيحية رقمية من عقده مسجل سندة ملكية من أوراق من مستندات خلافه خلافه كل اللي هو مقدمه عشان يسجله لن يقبل ولا لن يبحث لأ لن يقبل يعني أروح أقدم الورق ناقص هتقال لي شكرا مش هنقدر أنا ما شلش بقى ما شلشان المدة بتاعتك الأول كنت بشيل مدتك يتقدم للطلب وبعدين يتبعث وبعدين يروح للمساحة وبعد المساحة تقعد مثلا شهرين ثلاث ممكن تقعد سنة في المساحة وبعد كده لسه تجيب الأوراق وبعد يجيب المستندات وبعدين يتم طبقتها مساحيا وبعدين يتم استكمال بيئة البيانات وهكذا لكن هو شايل للمواطن أنه يجيب ورقه كامل مرة واحدة معه كمان مشروع المحرر يعني المشروع المحرر يعني العقد اللي هيتم مهر أو التصديق عليه أو توثيقه أبا أنا عارف اشتريت إيه بكتب البيان المساحي عارف سنة ملكية إيه بكتبه كل ده على العقد اللي هيتم التصديق عليه بعد إعطاءه صالح للشهر كويس فكان في الأول في مرحلتين في المأمورية ذاتها إن أنا أدي مقبول للشهر أعملك زي ورقة بحث كده أخد ورقة البحث دي أخد المستندات أخد كل وكتب العقد ممكن تروح ما تكتبش العقد وتيجي أو ممكن ما تعافش هتعمل إيه فدي اسمها مرحلة المقبول ثم بعد كده لما أجيب الورق وتقدم العقد الأخضر للمأمورية يتم بحثها مرة تانية لأنه بحثه قبل كده بس يتم بحث تاني اللي هو مراجعة العقد على المسندات اللي عنده كلها لأ المواطن هيجيب عقده مكتوب جاهز والسنداته بيان المساحي سنداته الملكية كل حاجة جاهزة موجودة يطرح محطوطة قدام البحث القانون كده أنا قدمت الملف قدام الباحث الباحث يبص عليه ويقول لي ده كامل أو مش كامل مش كامل يبقى تفضل يا يوسف كمل لنا الأوراق نقصك واحد اثنين ثلاثة كامل نعملي بقى لو كان الورق مكتمل مكتمل يمضي على مشروع المحرر اللي هو يدوده صالح للشهر وبعدين يتم توثيقه أو التصديق عليه في المأمرية إنما قبل كده كده تممكن صدق عليه أو توثقه في أي مأمرية أخر في أي مكتب توثيق آخر فهنا شال ضغط لأن طبعا عشان يكتب العقد في التوثيق بياخد وقت كتير ولأنه هو عارف مضمون العقد وبياناته وكلها فقدامه محضر التصديق بيحضروا قدامه البايع والمشتري بيمضي أو يصد على توقيعه أو يوثقه التصديق بيختلف عن التوثيق التوثيق هو المحرر الرسمي في الشكل الرسمي فبعد كده بياخدوا يوديه المكتب الرئيسي اللي هو هيتم شهره ويعطاءه رقم شهر على النهائي خلاص يبقى كده تسجل وده في عالم الأحلام يعني ما كانش بحصل قبل كده طبعا عندي سؤال بس عشان أتأكد من حال يعني أنا لازم أروح للمكتب اللي أنا تابع لي ولا أروح لأي حتة لا ساعتك بتروح للمأمرية مأمرية الشهر العقاري تتابع لها العقار العقارة هوت وهذه المأمرية عقار تاني في حتة تانية يبقى المأمرية التانية وهكذا كل مكتب رئيسي كل مكتب رئيسي شهر العقاري في المحافظة الرئيسية شمال القاهرة جنوب القاهرة الجيزة ده أهلية الغربية مثلا ده أهلية بيبقى في المنصورة الغربية يبقى فطنطة ده اسمه المكتب الرئيسي ده اللي بيعطي المحرر رقم شهر نهائي كده شهر طب الموضوع ده ما يتمش إلكترونيا يعني مش في تسجيل إلكتروني القانون الجديد سمح بأنه هو يقدم الطلب إلكتروني ودي يعني هتخف الضغط شوية بس بردك هتعمل هتوسق الكاهل الباحث بعد كده لأنه هو اللاحق جديد ستتضمن إجراءات تسجيل تقديم الطلب الإلكتروني ويتعمل بطريقة ومعينة وتحطه ده من الباحث برده كويس تسجيل كاهلوف إيه بقى تسجيل كاهلوف في البحث ما يبحث شوفه برده فين العمالة بقى أعداد العاملين في تناقص مستمر هبقى أنا النهاردة المأمورية اللي هي فيها عشر اللي كان فيها خمس أعضاء قانون النهاردة فيها اتنين المأمورية اللي كان بيتقدم لها أربعة تلاف طلب أو بفيش أربعة تلاف دلوقتي لو بتقدم لها مثلا ألف طلب في السنة هيتقدم لها تمن تلاف طلب وكلها يسارع بقى قبل كده ما كانش كان فيه صعوبة في التسجيل النهاردة فيه سهولة في التسجيل فطلبات كثيرة سيتم تقدمها أمام المأمورية اللي ما فيش فيها العمالة اللي هي تستوعب إنجاز العمل ده في الوقت ده الحكاية دي بصباح أستاذ ثاني سيما مش دخل مخي ما أنا أقول لك سيما أنه في إسناد الملكية الوضع اليد أو شهر الحيازة اللي هي لمدة خمس سنوات تتطلب من العضو القانوني أو رئيس المأمورية أنه أنتقل في الطبيعة أنه أنتقل بقى في الطبيعة ولا هبحث يبقى أنا عاوز عمالة هنا عاوز المتخصصين عاوز أعين بحيث القانون يساعدوا في سرعة إنجاز الطلبات دي أنا أعتقد أعتقد ليه بقى؟ أنا في مسألة أن أنا عايز أعين ناس والعدد كافي ولا مش عدد كافي هي بتتأسس زي يعني أنا مثلا أجأ أقول والله هو برا إيه اللي بيحصل مثلا لما هو برا في حاجات كتير جدا بتسجل إلكترونيا وما بيقولوش إحنا عايزين موظفين أكتر ليه؟ ما أنا بقولو لازم أقيس الإنتاجية بتاعت الموظف بتاعي ولازم أبقى أعرف والله إن أنا محتاج في المكتب ده عشر موظفين بس في المكتب ده أنا محتاج اتنين موظفين تمام إلى آخره طيب يبقى أنا الأول لازم أقيس هل أنا عندي وسيلة للقياس عشان أنا مش عاوز أعطل مصلحة المواطن على حس إنه أصلا أنا ما عنديش بحسين كفاية ومش عاوز أعطل مسيرة بتاعت إن أنا حول الأمور في إطار رقمانة كل شيء عشان أرجع تاني على أول الخط من ساعة ما قولنا يا شهر العقاري في مصر إن أنا أبقى معتمد على إنه أصلا أنا محتاج بقى عدد كبير من الموظفين الدنيا ما بقتش كده من هو اللي سعدتك التسهيلات اللي هي تحطت في القانون ده وده تفرق على من قوانين الشهر العقاري لأن ده تعديلات جزرية متجزورة من الأزم من سنة ستة واربعين الشهر العقاري مئة واربعاتش تعمل به في سنة سبعة واربعين صدر في ستة واربعين تعمل في سبعة واربعين ومن ذلك التاريخ وما فيش تعديلات جزرية تمت فيه وأصبح فيه ترقمات كثيرة جدا وصل لحد أن يمكن الأقارات المشهرة على مستوى الجمهورية يعني لا تتعدى سبعة في المية وده مش موجود بره بره مثلا روحت المغرب روحت هنا روحت هنا التسجيلات عندهم أول بول وماشية وما فيش ترقمات فأنا قلت لسعدتك في الأول لأن أموريا اللي كان بيتقدم فيها ألف طلب في السنة ومجب القوانين الجديدة دي والتسهيلات دي هيتقدم فيها تمن تلاف طلب فهي تطلب يبقى فيه ملفات كتير جدا محتاجة بحث وأنا بديله سقف زمني الأول كنت بديله سنة وتمتد مفتوح سنة وتمتد ده مدة الطلب دي برضو كانت بأساة يحد عشان يسجل حاجة يقعد سنتين لا مش بيقعد سنتين لا مش بيقعد سنتين بقعد أكتر من كده كمان ليه بقى فيه مستندات مستندات بتتوالد من بعضها البعض يعني لا محتاجين دي لا إعلام مراسة هنا لا هنا وصية واجبة لا هنا جيب لي موافقة الأوقاف لا هنا هاتلي مش عارف موافقة مين هاتلي هنا إيه هات موافقة الحي هات مصلحة هات غيره وكل ده بيحتاج وقت هو رمى الوقت ده كله على المواطن يقدمه يقدم لورقه كله مستوفي طب لا أنا يمكن فيه في دماغي أكتر من تساؤل وأكتر من علامة تعجب بصراحة بس خليني هستأذن هروح لفاصل ونرجع مرة تانية بعد الفاصل خليكم معنا نرجع مرة تانية لأستاذ سامي إمام الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري الأسبق استنونا اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم مرة تانية بقى أنا قاعد أنا وسامي بيئمام دلوقتي عملينا تناقش في حجم الطلبات اللي ممكن تقدم بعد هذه التسئيلات فقال لي سامي بيقال لي احنا تقريبا ممكن يتقدم في اليوقف السنة 8000 طلب للمكتب ولو افترضنا ان فيه مكتب يبقى فيه تنم ووظف قاعدنا بقى نحسب نقولها تاني مع بعض نقولها نقولها تاني احنا لقينا ان احنا فيه عندنا تقريبا 260 يوم عمل ماشي لو احنا اعتبرنا ان احنا بنشتغل خمس ايام من كل اسبوع مضربين فيه 52 اسبوع يبقى 260 يوم عمل طيب وانا عندي 8000 طلب مثلا في هذه الحال هيبقى فيه عندي اليوم بتلاتين طلب على اتنين موظفين يبقى كل موظف ليه 15 طلب على تمن ساعات يبقى الموظف هو ليه طلبين في الساعة الموظف بقى ينتقل في الطبيعة مثلا في خمس طلبات من دول على الاقل يبحث عن ملكية على الطبيعة بيعمل معدر التحقيق في الطبيعة بيقول ان ده اللي انا عندي حالة وضع يد اه حالة وضع يد ودي هتجيلي كل يوم ده هو كله الشغل هينشتغل على الوضع اليد اه انا معايا عقده مسجل ونام في البيت هجيبه وحط تاني يوم اخده على نظام القانون ده عقد المسجل بتاعي فيه بيان مساحي وضع يد ومحضر عشرة في المية وضع يد نعم عشرة في المية وضع يد هيجي كتير كل الدولة كل الدولة مش مسجلة هتأيع عمارة فيها كده حد مسجل كل الشوء ده هتقدم تسجل لأ عمارة فيها حد مسجل ووضع يد دي قصة تاني ووضع يد مو كل واحد ووضع يدو على الشقة اللي قعد فيه بعد ابتدائي مدت خمس سنوات اه ده لأ دوات القانون سمح له انه هو يسجل طب أنا هعين هروح عيني في الشقة أنا كموظف هو القانون القانون قال كده ووضع يد مدت خمسة شهر سنة كسب ملكية اللي هي الحاجات اللي بتقصيط لحد ما تتسجل لأ مش اللي بتقصيط انا بكلم على الملكية ماشي انت اشتريت شقة وقعد فيها خمس سنين ومعك عقد ابتدائي بي عاوز تسجلها القانون سمح في المادة عشرة من القانون دول ان انت تسجل للحيازة المختارنة بعود ابتدائي ووضع يدك فيها خلال خمس سنين متصلة وبحس النية وقصد التملك انما الاختصاب والغصب والاعتداء عن الملكيات دي مش محسوب عندنا كويس احنا بنسجل الناس الصح عشان كده القانون غلزوا العقوبة اللي بيقدم مستند مزور بغرض التسجيل يبقى مدة الحبس بتاعته من سنة فأقصر كويس يعني واحد اشترى شقة وقاعد فيها ولسه العقد ابتدائي اه انا كده بعتبر ووضع يد اه خمس سنين جميل ساعدت انا عايز اسجل بقى طب انا كده بيجيب بقى وصل المية والنور ودلالة وضع يد وقدمت الطلب وقدمت الطلب هيحصل ايه يعني البحث القانوني هيعمل ايه وبراجع بقى المسندات دي حلو وبعدين هينزل من مكتبه علشان يروح يعمل ايه يعني هيعين ايه والقانون والليحة والليحة اللي هتنزل هتقول كده هتقول اللي هو المدة الخامل الخمسشار سنة المادة 23 مقرر من القانون الجديد وكانت موجودة في القانون القديم بس فيها تعديل بسيط في القانون الجديد انه هو انه يتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مادة 23 مقرر بيتم التحقيق فيها بالطبيعة وتعمل فهم عضر التحقيق وتعمل نشرة في الجريدة وتكتب مذكرة وتعرض على عمين المكتب في لجنة السلسية يتم اصدار القرار بالتملك بوضع اليد طبعا انا هقدم اهو رأي بتقدم حسب ما القانون ايه اه بتقدم الخريطة سند الملكية مشروع المحرر بتاعك بتقدم اذا كان فيه اعلام مراسة اذا كان فيه مستندات اخرى تتوقع مع بعضيها واللي هيسهل في الموضوع اكتر ان هو هيبقى فيه نمازج حلو اه فيه نمازج اه النمازج دي تفرع جدا جدا لانه الباحث ساعتها وهو موجود هيبص عين ورايحة على الحاجة النموذج واضح بملاء وهو القانون صدر قانون صدر وعارف الحالة الموجودة بالزبط عشان كده هو يعني ايه سمح بانه يبقى فيه نمازج جميل لحضرتك جاي وعاوز كذا حالتك ايه كذا نمازجك هو هتم لها اتدخله هتقدمه للمأمورية يكون مستوى في كل اوراقك جميل جدا المأمورية هترجاع لك وتخلص لك وانا قدرتبع النمازج دي من بيتنا عن طريق الموقع اكيد هتبقى موجودة في المأموريات او هتبقى موجودة على الموقع او 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 يتم املاءها من خلال الموقع انا حب ايزا كان الكتروني انا حب الحاجات الكتروني لا خطوات زي كي انك بتقدمه في الطبيعة بس بتعمله بتعمله ايه الكتروني جميل وفي الاخر بتم ارساله للباحث بالضبط ويقول لك طلبك مستوى فيه صح فيه طلب سابق متقدم قبل كده لا اما فيش طب تعال بقى اخد ورقك كده يعني هو فيه انجاز في القانون ده فيه انجاز كبير جدا اه بس طبعا قانون جديد اهو الالكتروني احنا مزينه على الشاشة اه 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 هينزل بقى اللايحة جميل انا ممكن حتى اقرأها لحضرتك من عندي اه روحي نوفمبر تعالى يا نوفمبر ايوه اه يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بالتطبيق الالكتروني على ان يتقدم باصولها قبل التوسيق ايوه يقر مقدم الطلب بالصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه وموافقته على جميع الشروط والاحكام وبمضي بعد حفظ البيانات والمستندات يظهر تطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه وسعته وتاريخ حلو خالص فور انتهاء الطالب من الحفظ عملت سيف يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية ليقوم بفحصه واختار الطالب ده يوفر المشور للمأمورية بالزبط ما تستوفي الطلب شكلا واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يختر مقدم الطلب برسالة نصية يعني فيه طلب سابق قباية دي يملكها واحد بس فيه واحد تاني قدم انه بيملكها باسم التعارض يسبقه طلب فبيقوله الطالب مقدم الطلب ان انت فيه طلب سابق على فطبعا لن يتم بحث الطلب اللاحق إلا إذا تم استفاق الطلب السابق وخرج من المأمورية طبعا طبيعي أسبقي منطقي منطقي قانون الكده الجديد طيب هل أنا بقى ان شاء الله يفترض ان انا ادرب الباحثين بتوعي على القانون والليحة الجديدة قانون والليحة ونظام الرقمنة لان في الغالب العام من الباحثين او الموجدين يعني يمكن يكون مش هنقول خلاص يعني بدأ ايه بلوغ سن المعاش بدأ ان هو يعني مفيش دم جديد نزل من تحت عشان يبقى متضرب وفاهم يحل محل بقى اللي طالع معاش لان ده الجديد غير القديم يعني الموظف خلاص هقولك انا خش ليه في الميكانة والقصص دي ما عندوش بكلمك بصراحة ما عندوش انما الجديد فاهم فحنا بردك عاوزين ندعم عشان نحافظ على قوة القانون ده القانون ده تفرف علم التسجيل حلو وهنوصل به قول سبعين في المية النهار ده لما اوصل سبعين في المية يعني انا بعمل سبعين في المية استثمارات عقارية في قلب البلد بعمل سبعين في المية بحد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالعقارات استثمار اجنبي استثمارات العقارات بتبقى واضحة البلب بتنتعاش بيحصل موارد من جراء التسجيل ومن جراء التعاملات المتعلقة بالعقارات سواء في البنوك او خلاف او التدول بالطبيعة او الشراء او البيع كل ده يعمل انتعاش لو احنا قلنا سبعين في المية بس وسبنا التلاتين دول بمشاكلهم طب هيبقى في طفرة طفرة في القطر المصري من سنة انا هحسبها من سنة 82 للنهاردة اه اه ليه لان القانون القديم اللي هو صدر ايام محمد علي عالج المشاكل دي من 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 الازل حتى 1805 ثم حتى 1923 حتى 1946 بدت المشاكل تتراقم ويحصل ما فيش تسجيلات في العقارات من الستينيات لحد النهاردة عشان بقى الرسوم عشان ضربة ضربة العقارية عشان التعقدات الموجودة في الشر العقاري عشان المساحة عشان انا بوزعك على كذا جهة تروح هنا تقدم هنا ما فيش وان ويندو لا فيش بابي كتير فبقى دي كلها دي يعني عملت عرقلة وتباعدت الملكيات عشان كده جي القانون في القانون ده يعالج تسلسل الملكيات لانا كنت بقى لزمك تجيبه قدامي لك هاتلي فلان يوم التالية ودي اللي هتسمح بكثير من الناس ان تتقدم بطلبات وانا بادع المصريين كل واحد له عنده محرر عرفي او خلاف وان يتقدم بشهره من نسبة العقار بتاعه اللي هو قاعد في خمس سنين كويس ما عندوش بقى سنة ملكية اصلا عنده وضع يد خمس شهر سنة ينزل بردك لان دي هيعد العقارات وحافظ على السروة العقارية الموجودة في مصر وخليها سروة منتعشة طبعا بدأ ما خاملة بقت منتعشة اظن كمان انه في الحالة دي انا طبعا بعد اذن حضرك باشكر القيادة السياسية ومعالق وزير العدل امر بيه ورئاسات المصلحة الحالية او سابقة او جميع زمالية انا في الشهر العقاري طبعا انه هم هيساعدوا ويسهموا في انتعاشة العقارات في مصر جراء التسجيل اصل الحكاية كمان هتبقى اسهل قوي لما هيكتم المشروع الرقم القومي للعقارات كما انه بقى انادي وايدك واوناشدك في كل مراحل اذاعتك ان انت تطالب الرقم القومي للعقار نا دا هو هيتعمل مركز قانوني للعقار هيتعمل ملك العقار دا يوسف فيه خلاص ملك العقار دا سمق ملك العقار دا بقى تلزق فيه تداول بقى على طول اوتوماتيك مش محتاجة فيها لا سبعة وثلاثون يوم ولا اي حاجة طبعا اعني هتبقى الحكاية كده اه شك الدبوج بتشيل دي تحطها هنا كده خلاص بقت بتاعتك ا indifferent يا سبيبي نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة واقافتنا كمجرة العادة كل القطع ان شاء الله ما تنزل الليحة ايوه هيكون فيه تفاصيل اكتر يا ميسر الحالي واحب ان احنا الحلقة تبقى توجيه للناس عشان عشان يعملوا ايه بإذن الله يعني هيبقى شرح مجان توكلنا على الله أنا يمكن هحاول ألم بقى الموضوع بتاع التسجيل الإلكتروني ده يمكن لعزيزي المواطن في السريع كده مولانا حضرتك عن طريق التطبيق هتقدر تعمل ايه بتقدم الطلب والبيانات والمستندات المرفقة على نموذج محطوط فين محطوط على التطبيق الإلكتروني بس في حاجة مهمة لازم هتاخد الأصول وانت بعد كده رايح على المكتب لازم هتاخد الأصول طيب الخطوة التانية بتاعتك اللي على التطبيق ان انت بتقر ودي حاجة برضه مهمة احنا ما بنهزرش ده احنا بتكلم على بيانات ومستندات كلها سليمة 100% ودقيقة 100% كل ده لسه على التطبيق طيب بعد كده بتعمل حفظ بتعمل save ماشي التطبيق هيعمل لك ايه هيطلع لك رسالة يقول لك ايه دي الرقم بتاع الطلب بتاعك وحتفظ بقى بهذه الرسالة تاخدها سكرينشوت تكتبها على اللي رايحك طيب بعد كده بعد ما بتعمل الحفظ بيحصل ايه بقى الناحية التانية ناحية التانية اللي بيجرى انه الطلب بتاعك خلاص بقى موجود الناحية التانية بقى موجود هناك في الشهر العقاري عند الموظف المسؤول عند الباحة القانوني المختص بهذا الامر طيب كده تم استفاء الطلب ايه شكلا زي ما قال لنا بقى سامي بيه طب افترضنا انه كان في طلب معمول من قبل كده هتلاقي جايلك رسالة نصية بتقولك لأ ده في طلب كان معمول من قبل كده فلازم الاول نعرف المركز القانوني لهذا الطلب وبعدين نبدأ بقى نستأنف العمل على الطلب بتاعك اذا امكن لحد كده ونشكر مرة تانية سامي بيه شكرا لحد روتا في العام لمصلحة الشهر العقاري احنا اصبق لأ ما احنا لونا الشرح احنا ادوات في المجتمع بقولت فينا شرحت ده من ساعة بعض الله يخليك يا سبيبي ربنا يخليك على كل احنا هنا بنتكلم على تطور رائح حاصل من سنة واثنين وتلاتة وهلما جرى لسبعة وتلاتين يوم لسه اسبر والله هتوصل لمرحلة انك انت بتتكلم في 24 ساعة و 48 ساعة في حال بقى اتمام عملية الرقمانة بالكامل والرقم القومي بتاع العقارات هتبقى حاجة عظمة مزيكة يعني اشتركوا في القناة